موسيقى 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 المحتوى اللي فاده بقى بيقدمه يوتيوبر فاضي ما بيعملش حاجه في حياته غير انه يتبع على خلق الله فقال ما يضيعش المهيبة الجميلة دي ويقولها انه ويفقى مراتنا ويكسب فلوس بالمرة النوع التاني من المحتوىات التفهه هو المحتوى اللي بسميه المحتوى الزياط اللي بيقدمه اليوتيوبر الزيط في الزيتة يشوف اليوتيوب بيتكلم عن ايه اليومين دول ويركف في الموجة مهما كان الفيديو تافي يوتيوب بيتكلم عن ايفون يعمل فيديو على الايفون مع انه اصل عمر ومشك ايفون ولا بيفهم فيه بس هي غتاتة وخلاص اليوتيوب بيتكلم عن اغلية كذا يجري يعمل فيديو عن الاغلية حتى لو بسمعهاش واغلبية الفيديوهات بيتبقى مسروقة او والله زي ما بقولكم كده احنا كده خلصنا المحتوى التافي خليها ننتقل بقى على حاجه تاني بس قبل ما ننتهل حيز اقولكم تعملوا ايه لو لقيتو فيديو تافي بيقدبوا يوتيوبار تافي ما تعملش حاجه ما تفتحش الفيديو ما تشوفوش ما تعملش لايك ما تعملش الديس لايك ما تكتبش كوبيته حتى لو هتشتبو فيه ننتقل بقى للمحتوى المسلي او الفن الساخر اللي بقدم بيبقى عبارة عن تريقة على حاجات بس باحترام وبتبقى حاجات يعني ليها اهمية زي الامهات او المدارس وهكذا بيبدأ يقول نكات حلوة وخفيفة من تأليفه بتخرج من الفيديو مبسوط واحيانا بيكون في حكمة على الفيديو ده احيانا واليوتيوبر اللي بيقدم المحتوى ده بيبقى ده مخفيف وطول الاعداء مع صحابه بيقولنه كات حلوة فبيقولوله اعمل قناة على اليوتيوب ودحك الناس معيك النوع التاني من الفيديوهات المسلية هي التمثيل يعني واحد بيجي يقضي بس المواقف معينة بتحصل لاغلب الناس فينا مش مجرد كلامه وبس زي النوع اللي فات وطبعا كلنا عارفين مين اللي بيقدم المحتوى ده المهم دايما هو شخص واحد بيمثل كل الادوار الاب الام الاب الاخ ودايما بيبقى بيحب التمثيل وده مخفيف وفي الاخر ممكن يعمله فيلم ولا حاجة ويشارك في المسلسل النوع التالت والاخير من المحتوى المسلية هو الفلوكس واحد كده معك اميرة حلوة ومايك لطيف ياخدك معاه في كل حتة يصور نفسه وراح الجيم هو وخارج وبيصيف في كل مكان وبيعد يدرش معاك ويتكلم في حاجات بيفهم فيها زواء زين او رياضة او غيره واحيانا بيقام حد الموضوع بيتكلم فيه وانا مع المحتوى ده مش ده الدخول ننتقل بقى للنوع الاخير من المحتوى هو المحتوى الثقافر استغفر الله العظيم دماغك ما تروحش بعيد انا قصد دي المحتوى المفيد ايه ده لايق على بعدها المهم بييجي اليوتيوبر من هنا يختار مكان للتصوير ويقعد يبحث عن مصادر لحد ما تطلع عينيه ويقعد في النص عشان ما نزهقش منه والنوع ده بيتكلم في اي حاجة بس بسياق علمي اما النوع التانى من المحتوى المفيد فده بيحدد مجال معين بيفهم فيه ويتكلم فيه سواء مجال الطب الحيوانات السياحة المدن والبلاد وكده يعني احنا كده خلصنا التالت محتويات الشائعة ندخل بقى على منوعات عندي اليوتيوبر اللايف ده مثلا لو حد من المشاهير نزل اللايف على الفيسبوك هو بيحمل ويرجع يرفع على اليوتيوب يعني مش عارف انت ليه ايه مشكلتك يعني ما تسيب كل لايف في مكانه لتشحطة اللايف معاك في مواقع السوشال ميديا يعني مش فهمك وعندك بها بتوع المراجعات بشكل عام فيه مراجعة الهواتف الكاميرات المايكات والمواقع والبرامج وده اليوتيوبر التقني وعندك مراجعة مطشط الكورة وده اليوتيوبر التكتيكي فيه بقى مراجعة الافلام والمسلسلات واحيانا بيبقى اليوتيوبر ده عميق والتقييم من عشرة فيه بقى اليوتيوبر الكاسيم والقرب في نفس الوقت ده بقى اللي بيرفع البطشات والملخص بتاع البطشات والاهداف بتاع البطشات يعني بيطلع من البطش الواحد بتاع الفيديوهات كل فيديو بيعدي الهواتف مش بقول لكم كاسيم بس مش مضبود بخاطر دايما تلاقي فيديوهات تتمسح وبياخد اصدارات مفيش حاجة بتفضل على حالها دول بقى كل انواع اليوتيوبر انت بقى لو عندك اي نوع من انواع اليوتيوبر او المحتوى انا نسيت اقولهم تقدر تكتبوا في الكومنتات ادعموا لها عشان تتاهل ونوصل ونكسب في المسابقة دي شكرا لكم سلم اشتركوا في القناة